كيف أصبح ذلك المخترع أقوى المخترعين في بلاده؟ وبأي طريقتين تمكن من تحويل أزمة الإطارات التالفة إلى مصدر مضمون للحصول على الأرباح؟ وهل سيطر بالفعل على أزمات نهر العاصي والطاقة؟ حينما نتناول أي مخترع سوري سواء من الباقين داخل البلاد أو في المهجر قد نجد مخترعاً توصل إلى ابتكار أو اثنين في مجالين متقاربين لكن حينما يخترع مبدع سوري اختراعات متعددة ومطلوبة في ذات الوقت لتخليص البشرية من أزمات هارت عقول الباحثين عليها طيلة سنوات مضت فنحن فعلاً أمام إبداع من نوع خاص تريع سوري عبدالإله الخولي قصة ملهمة يصعب على الدوائر العلمية ومراكز الأبحاث العالمية أن تمر عليها مرور الكرام فالرجل صاحب إنجازات متعددة توصل إليها في وقت أصبح العالم فيه في أمس الحاجة إليها حتى أصبح نجاحه مسيرة إنجازات متتالية منذ أول أيام دخول عبدالإله للمعامل أثناء دراسته الكيمياء وإجرائه الأبحاث التي كان يحاول تطبيقها عملياً ربط بين حاجة المجتمعات وبين اختراعاته التي يريد تسجيلها بشكل رسمي الخولي يرى أنه لا جدوى من اختراعات لن تقدم للبشرية الفائدة المرجوة من التكاليف المدفوعة في سبيل الوصول إليها المخترع السوري لا يضع شهرة في دائرة حساباته حتى أن صوره تظهر بالكات في مختلف وسائل الإعلام سواء السورية أو الخارجية هو قرر أن يطبق قراره بالتفرغ التام للبحث العلمي من دون أي اعتبار لمن هم خارج محرابه ومحراب الخولي هنا هو معامل البحث والمكتبات التي يجد فيها راحته بسرعة الوصول إلى المعلومة التي يريدها أول ما لفت انتباه الخولي في المخلفات التي تشكل أزمة في كل مكان يتم إلقاؤها به هي إطارات السيارات التالفة لكن الخولي لا يعتبرها أزمة فقد نجح في تصميم مدارج للطائرات من خلال تلك الإطارات بحيث تتمكن الطائرات من الهبوط في المناطق الوعرة من خلال آليات جديدة للهبوط لم يتوقف ربح الخولي من الإطارات التالفة عند ذلك بل إنه توصل أيضا إلى إنتاج عطور من تلك الإطارات التي تحولت على يديه إلى مصدر للحصول على المال بدلا من تكدسها أو قيام البعض بالتخلص منها بطريقة ضرة بالبيئة ولقد دفعت اختراعات الخولي التي توصل إليها من الإطارات كثيرين إلى عدم التخلص من الإطارات التالفة والاحتفاظ بها لاستثمارها مصافي حمصة ومصنع أسمدة العسر والأنشطة الصناعية على نهر العاصي يراها الخولي مصدرا خطيرا يستدعي التدخل العلمي لسيطرة عليها وبالفعل توصل ذلك المخترع السوري إلى طريقة خاصة لامتصاص الزيوت النفطية المتسربة إلى النهر من جراء النشاط الصناعي القائم عليها وإلى هنا لم تتوقف قائمة الاختراعات التي توصل إليها الخولي فقد تمكن أيضا من ابتكار طريقة لتحويل الكوك إلى حبر للطباعة وألات التصوير بأرباح تصل إلى عشرين ألف دولار من طن الكوك الواحد وأخيرا توصل إلى محرك ينتج طاقة مضاعفة